بكملين في سلسلة الحقوق والواجبات وبنحضر للحلقة جات لي رسالة على موبايلي من نمرة ما عرفهاش حد واحدة يعني بتحكي تجربتها ونفسها كل الناس تعرف التجربة دي علشان ما حدش يقع في الخطأ الفادح اللي هي وقعت فيه رسالة طويلة يعني بتعتذر انها طويلة شوية بس بتقول بدأت حكايتي لما قمي بدأت تقول لي صحباتك كلهم اتخطبوا وتجوزوا وانتي لسه زني يعني على فكرة انها لازم تتجوز فابنة عمها جاب لها عريس ما نعرفش عنه حاجة بس شكله مناسب ومستواه المادي زينا وكان مستعجل جدا على الجواز لدرجة ان الجوازة تمت في شهرين ولا لحقنا نسأل عنه ولا نعرف اي حاجة عن اهله وانا كنت عاوزة اخلص من زن امي ومن المجتمع اللي شايفني عانس بالرغم ان عندي 29 سنة بس في ليلة الدخلة كان عاوز يستخدم واقي زكري فاستغربت وقال لها اصلا انا كنت مخبي عليكي انا عندي فيروس بي اتخنقنا اليوم ده وبدل ما تبقى اجمل ليلة في حياتي بقت ليلة نكد وتاني يوم قلت الامي على اللي حصل وهو قاعد يعيط ويترجانا اننا ما نقولش لاهله يعني لانهما ما يعرفوش وصدقناه وحصل اللي حصل وبقيت مراته وعملت ليلة دخلتي وكل حاجة بس عملتها بالواقي الزكري عدت الايام وبدأت الاحظ حاجات غريبة جدا كل يوم يجري في معاد محدد بالظبط عشان ياخد دوة انا ما عرفش عنه حاجة ورفض يوريلي الدوة ده وعمره ما ورلي تحليل فيروس بي ابدا وساعتها قررت ادخل اعمل سيرش على فيروس بي واتفاجئت ان هو ليه مصل انا ممكن ااخده وابقى حامل عادي لانه قالي الحمل مش هيكون عادي وهيكون بحقن مجهري واستغربت هو ازاي عنده فيروس بي وما يعرفش ان امراته ليها مصل ممكن تاخده وما تتعديش منه فهنا بدأ الشك يسيطر علي ورفضت اواجهه لحد ما اعرف الحقيقة بنفسي عشان ما يجدبش علي تاني وفضلت يعني فضلت ان انا اروح لحد ما عرفت ان فيروس بي الدوة بتاعه ممكن يتاخد عادي في معاد محدد بالدقيقة او الثانية زي ما اه ممكن يتاخد عادي بس مش في معاد محدد زي ما قالي بالدقيقة والثانية يعني هو بيعمل حاجات كده فبدأت تشك فيها المهم يعني بدأت تروح لدكاترة وتبحث مع الدكاترة لحد ما دكتور منهم قال لها انا شاكك ان الراجل ده عنده ايدز وهنا الدنيا سودت في وشي وكان عد على جوازنا سنة ونص وبدأت افتكر ان انا اكتر من مرة في العلاقة الواقي الزكري بيطقطع وساعات كان بينسى يلبسه وبدأ رعب اني ممكن اكون اتعاديت منه وبدأ الموضوع يسيطر علي فالدكتور نصحني ان انا اروح حميات العباسية هناك في قسم ال ايدز واكيد لو هو عنده هيكون بيصرف الدوة من هناك وقال لي اقول ان المريض جات له جلطة ومش قادر يتحرك وان انا امراته وجاي اصرف الدوة بتاعه فتروح تقول اسمه فهيشوفه اذا كان اسمه مكتوب في الكشفات ولا لا فراحت والاول مرة شفت عينين عندهم ايدز وكانت رجلي مش شيلاني كاني رايحة اسمع حكم الاعدام وفعلا لقيت اسمه ضمن الناس اللي بتصرف دوة ايدز وهنا تأكدت انه يعني هي جلها يعني المهم يعني انا دمرت حياتي لما قبلت اتجوز واحد معرفوش واعيش معاه من اول يوم وانا عارفة انه كداب ومش امين علي وعرفت انه الايدز بيتنقل عن طريق ياما المخدرات ياما العلاقة الزوجية يعني او العلاقة الجنسية بين رجل وست وبما انه هو ما بياخدش مخدرات يبقى اكيد اتعدى من الجنس وكانت الكارسد التانية انه لما عرفت انه هو بيعمل اعمال قوم لوط يعني علاقات اخرى مشبوهة وحاول يبين وش الندمان وبتاع ويعيط ومعرفش ايه المهم يعني راحت تعمل تحليل اكتشفت انه هي بقت مصابة بالايدز وهي ملهاش اي زنب كل حلمها كان انها تبقى زوجة وام زي اي واحدة وبتقول حلم يتدمر وبيت قاعدة مستنية الموت اتطلقت منه بس بعد ما اهلي هرفه واكتشفت ان انا بقيت موصومة ومحدش راضي يقرب مني ولا ياكل ولا يشرب معايا واضطريت فاضطرت ترجع له لانه خلاص احنا بقينا زي بعض انا دلوقتي عايشة مع راجل بكره ومش طايق ابوص في وشه لان المجتمع رافض يشوفني عانس وهو هو نفس المجتمع اللي مش عاوز يتعامل مع واحدة جالها ايدز من غير اي زم لمجرد ان هي يعني حلمت تبني بيت وتبقى ام بتبعت بقى يعني يمكن بيبعتوا الرسالة دي او بتبعت الرسالة دي بتقول بنصح اي بنت تسأل على اللي هتتجوزه كويس وتعمل كل التحليل قبل الجواز اللي تضمن لها انها تعيش سليمة وتخلف اطفال تقدر تربيهم وهي بصحيتها وتعتمد على راجل بيحبها ويقدر يوقف جنبها وكده القصة خلصت وانا عايز ارحب بفضلت الشيخ احمد الصباح واسأله ايه الحقوق اللي علينا او الواجبات اللي المفروض تتعمل في فكرة لما عريس يتقدم المفروض يقول ايه وما يقولش ايه هل نعمل ندخل نعمل تحليل ناس تلاتة اربع الناس لا بتعمل تحليل وبتبقى يعني ايه متوسمة خير وحسن النية ولا في بالها خلص ان ده جايب مرض ولا في بالها اي حاجة فيعني حكلمنا المفروض الناس تتعمل ازاي اعوذ بالله السماء العليم للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء وصلى على الحبيب والله إن القلب لا يحزن والعين تدمع وإحنا بدأنا في علامات الساعة اللي احنا بنسمعه ده حاجات ما اسمعناهاش قبل كده حاجات غريبة أول أولا القصة اللي انت قلتها دي يعني لو إحنا مش متأكدين إن هي هنقوله ده دي حاجة عجيبة أو غريبة لم تحدث لا أنا يعني لسه مونة هي دلوقتي في الإعداد مونة سمير يعني معدة البرنامج قالت لي ده أنا سمعت قصص من دي كتير أن هيك بتعد برامج كده كتير فقالت لي ده قصص وفعلا تدخل وتكتشف إن هو عنده إيدز وهي جلال إيدز من العلاقة الزوجية أولا أولا لابد في عقد النكاح أو الخطبة الخطوبة يعني إنه يبقى فيها مصداقية ووضوح وصراحة من الطرفين من العريس ومن العروسة لازم ولذلك الإسلام يا أستاذة ما عملش زواج على طول إيه في عندنا في الفقه الأسرة قبل النكاح حاجة اسمها الخطبة وواجبات الخطبة وما يجز في الخطبة والواحد لو طلق مراته قبل ما يدخل والخطبة اللي يشوف خاطبته يشوف منها إيه وهي تشوف منه إيه والعلاقة إيه ليه عشان ده مركز تدريب أو وقت العريس يتكشف يتكشف العروسة والعروس يكتشف العريس وإدى الإسلام إدى لكل الطرفين حقه في الفسخ ليه عندنا خطبة عشان أنا أكتشفها وهي إيه تكتشفني وفي كلا الطرفين له الحق أنا أكتشفها وهي إيه تكتشفني وفي كلا الطرفين له الحق شوف لما جات فاطمة بن تقيس لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله اللي بتقدمني ثلاثة عرسان ده بتقول لي المين للنبي أنا عايز أقول لي أن الأضية في إيد الزوجة أو في إيد البنت هي معززة مكرمة قالت له معاوية وأبو جه وأسامة بن زيد فسيدنا النبي صريح قال لها أما معاوية فرجل ترب لا مال له فقير وأما أبو جه عجبني النبي في الحتة دي أول ابعيد عنه هو كمان ليه يا رسول الله بص ركزي يا سيد عافي في حتة دي قال لها أما معاوية فابتعد عنه لأنه رجل ضراب للنساء لا يضع العصى عن عاتقه ده بي ايه بيضرب ده فقير وده بيضرب قالت له وأسامة أما أسامة فأنكح أسامة فتزوجت سيدنا أسامة الشاهد من القصة يا فندم أنه لما حد يجي يسألك أنا هتجاوز بنت فلان خليك صريح ولما حد يجي يسألك بنت متقدم لها فلان برضو خليك صريح فالراجل ده اللي هو حصل معه الإدز أولا الإدز مش عيب والمرض مش عيب ربنا يعيش في كل مريض لكن العيب أنه هو خاين وكذاب وخدع بنت لا لا يعني بنت مظلومة لو مرض معدي أيوة وبنادي يا فندم على كلمة عانس أنا مش حابب كلمة عانس لما قعدت أبحث في كلمة عانس ليس لها أصل في القرآن ولا في سنة ولا في حديث عن النبي ولا حد من الصحابة لكن لقيتها في القواميس اللغوية عانس معناها السبوت والاستمرار والدوام يعني الراجل اللي متجوز الفترة طول نقوله عانس والمرأة اللي متجوزتش نقوله عانس والستة اللي تقعد في بيتها بوها كتير نقوله عانس فالعنوسة يا فندم أو العانس ده مش سبة مش عيب مش حاجة أنا أعيب لا خالص ده كلمة عادية جدا بس المجتمع يقولك إيه ده بيرة ده عانس لا يا عم ندعو الله أن يعفز لا ودسة وعشرين سنة إيه المشكلة يا فندم لسه نصيبها مجلهاش لسه ربنا عاليها النصيب فأنا عايز أشيل كلمة عانس ونقوله إيه إذا ما قوله شاب عازب نقوله بنت عزباء أو عازبة يا ريت الناس يسمعوني ويغيروا ده حفاظا على البنت يبقى نقطة طيب حاجة بتقول إنه لما أسأل حد أيوة لازم يبقى صريح ويقول حتى لو في حاجة عيب يقولك لا الستر لا أخلي الجوزة تمشي لا أنا مالي الستر إمتى يا فندم إمتى بص يا ده من السنة واجب إنه بيقول لا تشهدوا إلا إذا استشهدتوا يعني أنا مروحش واحد متقدم لبنت فلان مقول له لا سبك منها ده الغلط إنما لو جي سألني الأمانة توجب علي وتحتم علي إن أنا أنطق بالشهادة بالحق ولا تكتمه إيه الشهادة طالما جي سألني أقول ومركزها لكن أنا ما بدأش أنا أقول آه ما روحش أبوز جوابك ما روحش أبوز إنما لو جي سألني بنت جارك ده أو العريس اللي في شريعك ده أخبره إيه لازم أقوله بالتمام والكمال اللي أنا أعرفه واللي ما أعرفوش ما ليش دعوة به ده كلام واضح أو يبقى العريس ده خاين وخادع وكاذب والإسلام والفقه بيد البنت دي حقها في إنهاء النكاح بحقوقها كاملة لأن الدرر وقع إيه الدرر وقع إيه دي واحدة التانية بنادي على كل أم عشان دي مصيبة هي وبنادي على كل أب وبنادي على كل أخ يا ست الحاجة ما تستعجلش على جواز بنتك أوت كل واحدة أم تقول لك إيه عايز أفرح ببنتي وعايز أسطارها ألاقي يا ست هي مصطورة طيب ده في ساعات بتروح تتفضح هي مصطورة ببنت أبوها طيب مصطورة في أستخوتها طيب هي طبعا دخلت فكرة العنوسة دي بس هي كانت ممكن الموضوع ده يحصل لأي واحدة في التاريخ طبعا استعجلت أو ما استعجلتش يعني لو واحدة عند 24 سنة كممكن برضو يحصل لها كده طيب أنا دلوقتي جايلي واحد إيه موسيمة ولبس بدلة وبنمس لسه أقولك هو بقى المفروض أعمل إيه وتعامل إيه وإيه الحق والمستحق في القصة شوفي نبقى لك طيب شكرا شكرا شكرا